اشتركوا في القناة وفي هذا النصف الثاني سنتكلم عن معطيات أخرى ربما ستكون مفيدة ويسعد باستضافة مرة أخرى أمين دريسي وصفيان عطاف مرة أخرى أهلا وسهلا بكم صفيان تكلمنا حول معطيات المباراة في الشوط الأول حول خطة المنتظرة من قبل جمال بالماضي في النصف الثاني سنتكلم حول أرضية الميدان التي شكلت عائقا للمنتخب الوطني في مباراة الذهاب في ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدا لكن ربما ملعب سينيكونشي بنيامي أرضيته أحسن من ملعب مصطفى تشاكر يعني هذا يوحي أنه المنتخب الوطني راح يكون بكل أريحية في هذه الأرضية سي نورمال دوك إحنا الجوار تواعنا معروفين كيكونوا في أرضية مليحة راح يمدوا أداء جيد ونبورت كل جوار راح يكون في أرضية جيدة راح يمد أداء ما عندها وليكاليتي تواعقا راح يبينهم فوق أرضية الميدان اليوم شفنا التيران تاعة النيجر تيرامان تاعة عالمي عندهم أرضية جميلة أنا نظن هذه النقطة راح تعاون تعاون المنتخب تاعنا باش يدخل من الأول دقيقة في المقابلة كيما شفنا الملعب تاعة تشاكر في المقابلة اللي فاتت كان عائق اللاعبين تواعنا وربي ربي برك ما حبش الخسارة كالمعنات لانك سجلنا ستاهدف ما كي تشوف المنتخب الجزائري بطل إفريقيا وما عندوش ملعب والله شي مؤسف شي مؤسف كبير أنا نظن يشوفوا المنتخب بتاعنا ما بيدروا في كيما يقولوا في العلالي يلتوا بأخر من نشوفوا ما عندها المنتخب بتاعنا فيه فسكو ما يخفى لكش الناخب الوطني جابا من الماضي كي تجل المنتخب الجزائري كان مكلاسي سبعين عالميا وليوم أنا نشوف المنتخب الجزائري مكلاسي تلاتين عالميا وثلاثة إفريقيا هكي معايا تروازيها كنا تناش إفريقيا نقول الله إنجاز كبير إنجاز كبير إنجاز إنجاز خورافي شوف لو كان تكون تحلم ما ما تقدرش تحلمه فانتني حنا شوفنا اليوم الناخب الوطني جاب دار إنجاز كبير حنا ما دبينا ما منشوفوا من ناحية سلطات يديروا إنجاز كبير كيما داروا الناخب الوطني تعد ما قالوا رياض محرز لما قالهم ما قدمنا المنتخب الوطني وعطينا نحنا كل ما نملك وجبنا كأس إفريقيا لكن هذا باش جزمنا نعم اليوم المنتخب الوطني تخدم له معنا تعمل له أسطاد سبيسيالتاعه سبيسيالتاعه ثم اليوم أنا أشوفه في في لرجيري رأي النبو التحارى وعالي بزاف ما لأيه ما لأيه ما بدي مالحالة المليحة يزيدوا إسطاد وخلونا خلو الشبانتا وعنا يزهو ها بالنسبة لأرضية الميدان سيني كونتشي كانت ربما كانت علاقة إعجاب اللاعبين وحتى جمال بالماضي رأينا في فيديو البارح قال أنه أحسن من أرضية ملعب مصطفى تشاكير يعني هذا شي جميل أن الأرضية ستكون مليحة وما ستكون نائق بالنسبة لللاعبين اللي يلعبوا كرة جميلة يلعبوا لعب على أرضية الميدان يعني رأيك أنت أمين خاصة أن المباراة ستنقل على المباشرة وأمام جماهير تقدر بألفين مناصر أولا هذه ستكون في صالحنا ستسهلنا المأمورية لأننا نعرف اللعب بتاعنا سيكمن في اللعب القاصر حسنا نحبو نلعبوا لليبسكورت هادوك نحبو نلعبوا للاطاق بلاصي نحبو نديروا ديكمبينيزون أدو أو أطروة لذلك لكل أرضية مليحة اللي راح تساعدنا كتير بارابور للأرضية تشاكر لي ما خلتناش كما قولوا نكسبرمي وليجو التاعنا ونلعبوا اللعبة التاعنا كانت كما قال صوفيان كانت عدنا كان عدنا الحد وكانت عدنا الإفكاسيتي اللي في كاسيتي في هاداك المجلي سجلنا 6 أهداف ولكن ما شفناش مقابلة كبيرة صراحة من جانب المنتخب الوطني تاعنا اليوم كأرضية جميلة اللي راح ربما يخلينا نشوفوا اللعب الحقيقي الوجه الحقيقي للمنتخب بالكورات القاصرة التنويع في اللعب خاصة في الهجوم والله يقول كده راح يصب في مصلحتنا مدام الأرضية مليحة بالنسبة للمنتخب الوطني اليوم مقبل على المباراة الواحدة والثلاثين من دون هزيمة إنفاز اليوم جمال بالماضي قال أنه الإحصائيات هذه ما راهيش تلعب دور بالنسبة لي وما راهوش مركز على هذه الإحصائيات وما راهيش هدف لكن هذه جزء من كورة القدم المباراة الواحدة والثلاثين من دون هزيمة إنجاز كبير بالنسبة لمنتخب الوطني اسف العمل أو بعد سبعة مبارايات من أحسن رقم في العالم بارك الله فيك دوك احنا نشوفه باللي صح هو موش موش مكو سنتري في الماضي في الكوتي هذا مي بصحية وشاف القيطارة ويمشي في طريق صحيح راي إن شاء الله احنا نشوفه النتيجة إيجابية راي راي تمشي في كم يقولوا في طريق صحيح احنا مدى بين واحد وثلاثين واثنين وثلاثين ونكملوا في هذا المنوال إن شاء الله نشوفه اليوم نتيجة إيجابية ونشوفه مبارد واحد وثلاثين إن شاء الله اللي يجو معناتها يفرحوا الشعب الجزائري وفرحوا معناتها يرفضوا الرأي الجزائرية في نيجيريا إن شاء الله بالنسبة لهذه اللغة الأرقام اللي أنا نتكلم عنها آمين نلاحظوا أنه جمال بالماضي يعرض كيف الشي خرج اللاعبين من ضغط هذه الأرقام مرغم أنه جزء من كورة القدم كما قلنا إسلام سليمواني كان أمام ضغط تحطيم رقم عبد الحافية تصفى وتتجاوزوا رياض محرز يشتجل ثمان أهداف في ثمان مباريات وفلحق الرقم جمال من ناد رابع أحسن أهداف في تاريخ كورة القدم الجزائرية وحتى المنتخب الوطني أمام المباراة الواحدة وثلاثين من دون هزمة والله الأرقام هذه اللي أتكلم عنها ليست أهداف ولكن مهمة في كورة القدم نعرفه نحن نعرف اللعبة هذه لا ديسيبلين هي أرقام لو كان نجي تشوفها هي أرقام ولكن ليست من أهداف لأنه يجي نهار وين تتعطر وهذه اللعبة فيها فائز وفيها منهزم وفيها متعادل ولكن والله إحنا ذو كله نشوفه مشيغل المنتخب الوطني أيضا اللعبين رام يحطموا الرقم تلو الآخر إحنا شفنا سليمان يحطم الرقم تحفيل تصوى وتحسن أهداف في المنتخب الوطني اليوم رأوا على بعد ثلاث خطوات من تحطيم أحسن هداف في التصفيات الإفريقية مع إفواري ديدي دوروكبا اللي رأوا في رصيدو 18 هداف على بعد ثلاثة أهداف نشوفه أيضا محرز اللي رأوا في الطريق لتحطيم رقم جامل من نادو رقم رابح ماجر والله هذا وقع يعطيك الله صحة هذه الأمور أنا قلت لك وراح تصب في صالح منتخبنا اللي إن شاء الله بورك وابا كما قال صوفيان يكون جيل دهبي يعطيك الله صحة يكون جيل دهبي وإحنا اليوم معدنا حتى أدنا شك باش نرتبوهم على الجيل دهبي وصراحة هذا هو الأحسن جيل ورغم كل جيل واش قدم باحترامتنا لكل أجيال اللي جازت كل واحد واش قدم الجيل تاعة 82 دخلنا التاريخ فاسع على منتخب ألمانيا وما سعفناش الحض باش نروحوا بعيد ولا باش نحصلوا على كأس إفريقيا هذا وكل الله غالب هديها لعبات كرة القادم عدنا جيل اللي جاء في العشرية السوداء وكيما نقولوا جاء بخاطر بنفس وجل حقب بالمنتخب وأدالي عليه اليوم الجيل هذا اللي حطنا كيما نقولوا في الساماء حطنا في العلالي اللي روي يكمل يحصد في النتائج بروكواطن حطموا رقم فرنسا وزدون حقموا رقم البرازيل وزدون حقموا رقم إيطاليا الجديد هذا الشي قلت لك راح إيصاي راح يكب قعفي في صالح المنتخب والكورة الجزائرية يا نقطة بركة يا شيخ أمين كانت بعض العنصرية هي نومة ما تحتاج عليها اليوم كيجات الوكازيون كانت بعض العنصرية احنا كنا بكري احنا كنا بكري احنا عدنا منتخب واحد كم تنين منتخب اللي ما عندها لي جوز على المنتخب ويخلي بصمة تاعه ما عندها حجم ليحاليه جزء من تاريخ جزء من تاريخ والله اسمحني قاطعك احنا مش هدا هو الهدف ومش هدي اللغة تاعنا احنا كنا بكري قلنا احنا هدا قع منتخب جزء عليها اجيال كل جيل واش خلوات واش تاعه هني قلت لك أنا الجيل تتامن راح يخلي راح يخلي راح يجي جيل واحد وخلي راح يغطي الجيل هذا انسو يدو سويت وزيت لك حاجة شيخ أمين الجيل هذا راح يخلي بصمة صعبة على الجيل اللي روجي حنا دو كتابج تباطي اسلام سليماني ولا تشوف تباطي رياض محرز رايحة جا كبيرة دركة مش كما مقبل حنا دو كنا شوفنا اسلام سليماني راو الحق راو الحق ورو زاد كبر كيما يقول لك كبر نتائج تاعه لأهداف تاعه دوك لا حي يجي و راح تكون عندهم معنا خدمة كبيرة نا بصح دنان احترموا وقع الاجيال ونخلوه كما يقول لك كنا تكلمنا قبل بداية هاد الحصة قلنا انه كان فيه تصرح من قبل امين العبدي منجر المنتخب الوطني قال انه ارضية الميدان لم تعد كما امين الماضيين تدهورت نوعا ما ان شاء الله هاد شي ما اضطرش على المنتخب الوطن ربما ما كانش متابعة من قبل عمال الملعب وحتى مديري او مسيري هذا الملعب لأرضية الميدان اللي نعرفوها في افريقيا ربما اقول لي بركي لا ما شي اسوأ على ارضية شاكر ما شي اسوأ ان شاء الله ما تكونش اسوأ بعد مسمعنا تصريح ناخب الوطني نجاب الموادي قال لك ارضية الميدان لا هذا خبر حصري ربما هذه تصريح اليوم قبل المضارات من قبل المناجر المنتخب الوطني امين العديد قال انه ارضية الميدان تدهور حالها مقارنة باليومين الماضيين ما انا منظنش تكون اسوأ من اصوأ من شاكر ارضية ملعب مصطفى شاكر كانت في اسوأ حال في المباراة الماضية امام منتخب النيجر ان شاء الله تكون في احسن احوالها ارضية ميدان ملعب النيجر اذا قلنا ربما النخبة الوطنية اليوم ستكون تحت الضغط لكن بالفوز سيتحول هذا الضغط من المنتخب الوطني المنتخب البركينابي خاصة ان المنتخب البركينابي لديه مباراة امام منتخب النيجر ولديه مباراة ايضا بملعب مصطفى شاكر او بملعب اخر لكن في الجزائر اليوم منتخب الوطني سيكون في ضغط لكن هذا الضغط لو فاز المنتخب الوطني رح يتحول من المنتخب الوطني الى منتخب البركينابي شخص اسبيشيال موارك حاب تدخلهم بالضغط وانا سي اكدلك للمرة لانا انا قلتلك سمحلي لانو هاد المنتخب وهاد الناخب جازوا على مباراة اكتر من هاد اهميه واتجوزوها وانتجيب كافس افريقيا من مصر كين ضغط اكتر من هادا راوف مكاش ضغط اكتر من هادا ولكن انا قلتلك احنا لو كانت هاد المقابلة مصيريا رح يكون فيها رح يكون فيها ضغط كبير لانو المقابلة هادين اكتلك ماهيش مصيريا بعيد الشر لو نديروا انيشاك يبقوا عندنا الفورس لكن معايا لو نا مش انتعدوا رح تقعد عندنا اكتر من فرصة لذلك انا ما رانيش نشوف الضغط في هاد المباراة في هاد المباراة عفوا ولكن اذا كان فيها الضغط انا على بالي بالي راح يعرف الناخب الوطني كباش هيتخلص من الضغط هادا هو اللعبين تهوا ربما منتخب النيجر ليس بمستوى المنتخب الوطني نعم لكن ربما قلنا انو المنتخب الوطني اليوم رح يكون عليها ضغط يالو كان ضغط صغير ربما منتخب النيجر حقيقا ليس بمستوى المنتخب الوطني لكن ممكن انو يخلق مشاكل صفيان ما تشوفش انو قلت انو هاد الضغط رح يتحول للمنتخب الوطني نعم فاسو اللي رح يواجه منتخب النيجر ليشكل له مشاكل في المباراة مباراة الذهب وفز عليها لو اليوم نفوزو احنا النيجر ما رح يسكل له ضغط المنتخب بوركينابي انو رح يخرج من الحسابات نهائيا لكن مستوى منتخب بوركينابي قريبا من منتخب النيجر شهد المباراة كانت متكافئة بين منتخب النيجر ومنتخب بوركينة فاسو حتى لو انو يفوز رح يكون عندو مباراة مع المنتخب الجزائري مباشرة في ملعب مصطفى شهد المنتخب الجزائري ويجري ماتش بار ماتش ويجري ماتش بار ماتش ويجري ماتش لعبتهم كيف كيف لذلك ما حش يكون علينا الضغط وبالعكس رح يكون ضغط على المنتخب النيجر سرتوكي شفنا بللي رح يتلعب بالجمهور لذلك رح تكون ضغط عليهم احنا قلت لك من قبل المباراة برمير ميتون لعبنا هنا ربحنا 6 واحد ورانا ربحين المباراة هذي تسعين بالمئة فقعت عشرة بالمئة نروحوا نجيريوها ونجيبوا لها فيكتوار ملتمات لذلك ما حش نظن تكون ضغط كبير بسكو لعبين عندهم خبراء وعندهم لعبوا في إفريقيا ولعبين رح مجاهزين ومعنويات كبيرة وناخب الوطنية رح يحفز فيهم عندها من السور ما نظن شانا رح يدخلوا قعب بالضغط والكونطرة رح يدخلوا ويلعبوا هما مرتاحين إن شاء الله إن شاء الله احنا أربع ساعة نشوفوا أهداف من ناحية الهجوم وهذه هي إن شاء الله يجيبوا ريزة لطامنة إن شاء الله بالنسبة عليه السلام استيماني اليوم على موعد مع تعزيز أرقامه اليوم والتسجيل المزيد من الأهداف والخوض بعيدا في هذه الأرقام ربما رح يكون هدف تاريخي ويخلي رقمه صعب المنان من قبل اللعبين القادمين بهذه الحالة خاصة نشوفه اليوم رو الحق الهدف السبعة وثلاثين ليس بالرقم الهيئ كما قولوا ويصعب يصعب جدا احنا شفنا باش الحق سليماني هذا الرقم شفنا شح اللعب في المنتخب تسع سنوات والعقليات راح تختلف باللعب واللعب لازم تتكون سليماني باش تحقق الرقم هذا أنا نأكد على شو نقول لك لازم تتكون سليماني لأنه انتقدوه في المسيرة تلقى بزاف كما يقولوا انتقادات وصعبات وما كانش يعطوه الحق إعلاميا لأنه نشوفه اليوم كارير تلقى وخاصة عندها محترف تلقى صعوبات ما نحطوش على الموسائمين اللي لعبهم فيه في لزبون اللي كان من بين أحسن لعبين فيه في البرتغال وكان نجم من بين نجوم في فارقه ولكن عندما غادر غادر الفارق تاعه لزبون شفنا اللي تأثر نوعا ما بانتقاله إلى الستير إلى النيو كاستيل تلقى عدة صعوبات صح وين راح خلال بصمة تاعه وربما شخصيته لذلك شخصيته وهي اللي خلاته باشي لحق لهذا المستوى باشي حطم الرقم القياسي تاع بلح في التصوات لأنه سمح لي لأنه قلال لعبين مثل سليماني هنا خاصة في الجزائر كأنه سليماني كما تكون سليماني لازم تكون ديد هو سليماني لكن اليوم داعه شخصية قوية لحق التصوير من اللي بدأ يلعب هو شابة بالوزدادة وروح سرت فيك إل Jong-un كان عيش غير بالانتقادات انتقادات وانات سليماني دار ي Menu دار في راس ن 가서 انتقادات هبل بالناء كان مكو سنطري على الله كارير تاو شفنا وين راح خلا بصمة تاو اليوم روي سجل في اهداف وراو باطل روكور معندها تاو المنتخب الوطني شفنا ديباسة تصفاو ديباسة ربح ماجر لخضر باللومي جامل مناد راو معندها اسطورة را اسطورة وتخل في التاريخ انا اليوم انشوف سليماني عندها عندو نقطة ايجابية بوكو بليس في التخمام بتاعه اليوم اني نشوف حاب يدخلوا يسجل اهداف باش معندها يزيد يطلع يوسع الفارق ان شاء الله ان شاء الله حنا نشوفه اليوم اسلام سليماني في الشوطة الاول وان شاء الله نشوفه في إن شاء الله يسجل أعداف ونفرحه كامل للماله إن شاء الله ربما الشيء الأكيد لنا متأكدين منه أنه النخب الوطني جمال بالماضي ربما راح يغير وسط الميدان خط وسط الميدان اللي متكون بين سماعيل بن ناصر رام الزروقي وحتى صفيان في أقولي هاد الثلاث لعبين اللي يراهم يعني يقولوا يدوا في أدوارهم كما يجب كان في وسط الميدان رائي كان أمين ربما بطبيعة الحال أنا دوار أي كنت تكلمت فهم مع أخويا مصطفى العدد السابق اللي تطرق لهذه النقطة هادية اللي شفنا وسط الميدان من دهب من بين أحسن وسط الميدان في إفريقيا ربما راح تغير المعطيات في الشوط الثاني لو نكونوا من هازمين ربما راح يستنجد بكديورة لأنه نعرفوا الدور تاكديورة عندما نكونوا فايزين عندوا القوة الجسدية شوفوا كيفاش يقطع الكورات وأيضا راح يحصل لك وسط الدفاع أكتر وأكتر ربما راح يكون فيه تغيرات في شوط الثاني بإشارك اللاعبين الشباب في صورة آدم زرقان وحتى أمين محمد أمين عم وراء شوفنا آدم زرقان ومحمد أمين عم وراء معانتها كيدخلوا في المقابلة نيجر مدوا تمرة معانتها شوفنا الزرقان أحصل لها أعب في الشهر في الفارق تاعه ودخل اليوم معان شفناه في المقابلة نيجر فلالي هنا يعدنا دار أداء ما يلعب بكل أرياحية ويلعب عندوا دي كاليتي معانتها عالين وشوفنا اللاقباس هذيك اللي مدها السليماني كوم سيراو في التدريب عندنا لعبين معانتها شبان ورمجيين لارولف هذي رجاية إن شاء الله يخلوهم يخدموا وهذه هي إن شاء الله اليوم يديروا النتيجة والشبان هذي يزيدوا يبرهنوا في إفريقيا اليوم ما نبرهنوا في الجزائر يزيدوا يبرهنوا في النيجر إن شاء الله وليما لا نلقاهم في المقابلات الجاية إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة للمنتخب الوطني كنا نتكلمنا عن المباراة هذه رح نستغل الفرصة للحديث على منتخب أقل من ثمانية عشر سنة اللي نهزم اليوم للمرة الثانية على توريا من منتخب فرنسا بنتجة ستة أهداف لسفر رأيك أمين حول هذا المنتخب اللي يعتبر جديد نوعا ما نخبة وطنية جديدة أعتمد بطريقة بشكل كبير على اللعبين المزدوجي الجنسية نحن والله نقوله نحن ما نحكموش على النتائج لأنه مقابلة مقابلة ودية ولكن والله يتنهزم مرتين بنفس النتيجة ربما شي كما قولوا شي عبدا قيل خاصة من الناحية الدهنية نحن ليوم الله يمنلوموش هالطاقم الفني لأنه بصراحة ما نش ندافع عليه ولا ما كاش عنده خيار آخر تربص تلذت عيام أنا نقول حاجة لنعبع ليها والنقطة السوداء لربما سرعنا في برمجة هاد اللقاء لو كان برمجنا اللقاء مع أي منتخب لو كان لعبنا مع نادي من النوادي الجزائرية وما كناش برمجنا اللقاء هذا مع منتخب أحسن المنتخبات الشبانية في العالم اللي يراه ربما في المركز الثالث أو الرابع إذلك أنا والله نشوف هنا ربما زربنا في برمجة هاد اللقاء ولكن دائما دائما تبقى مقابلة ودية نحن نطلبه تسمى من الجمهور ولا من ناس ولا يدعموا هاد الفئة هادي ويدعموا هاد المدرب اللي يراه جديد على رأس هاد الفئة وأنا نعاود ونأكد لك لي ما كانش عنده خيار واحد أخر بطولة شبان حابسها في الجزائر ما زال ما ديما راتش عنده لعبين اللي كانوا متوفرين اللي راح أجابهم وتربص بيهم ثلثة أيام مباشرة وراح لعب ضد المنتخب الفرنسي نحن نتمنى إن شاء الله ما تقترش خاصة بوكو بليس على اللعبين وخاصة خاصة على اللاعب لاغا اللي كان أختي آنس لاغا اللي يختار المنتخب الجزائري على حساب المنتخب الفرنسي اللي إن شاء الله ما تقترش عليه هاد النتيجتين هادو إن شاء الله لكن صفيان هاد التشكيلة وهاد المنتخب الشاب يعتبر ربما جديد لأنه هناك الجل اللاعبين اللي موجودين في المجموعة ما كانوش في التربص السابق ربما هذا يعتبر نقطة إيجابية لأنه مع الوقت راح تكون نتائج شعب كما قال لك شيخ آمين أول شيء تربص كان في وقت ضيق ثلث أيام ما تقدش تحضر إنت ونجل اللاعبين جديد ونجل اللاعبين جديد ماشي ماشي مع انتها مارفين يلعبوا مع بعضاهم هذه هذه نقطة حاجة ثانية خيرت منتخب من أحسن منتخبات في العالم شغول باش تتلعب كيف يبدو فرنس في الأصناف شوباني يعني كل أصنافه قوي وعندنا حساسية مع المنتخب هذا اليوم المنتخب بتاعنا ما كانش محضر لاعبين شبان لاعبين جديد ماشي خبرة هذه هي هادية كورت القادم وهذا الدرس معانتها بش ياخدوه في المستقبل يحضروا معانتها رياحية ياخدو كل معانتها التقيقة والاستابيليتي تاع القلوب هكذا باش إن شاء الله في المستقبل اللي هي حقه النتائجي جميل إن شاء الله لكي يكون حتى هذا المنتخب خزان للمنتخب الوطني الأول كما نشاهده في المنتخب المحلي إذن قبل نهاية هذه الحصة صفيان أعطيني التكاهنك حول مباراة المنتخب الجزائري ومنتخب النجل أنا اليوم نظن المنتخب الجزائري 3-0 يفوز بالمباراة معانتها بشكل عادي جدا إن شاء الله نشاهد المباراة إن شاء الله نشاهد المباراة وبعدها نحكو عليه خاصة أنه رح يكون فيها استوديو تحليلي مع الزميل مصطفى إسري بعد نهاية المباراة مشاهدنا كرام نصل إلى نهاية هذا الاستوديو تحليلي لما قبل مباراة المنتخب الوطني ومنتخب النجل ننتظرك بعض المباراة للقاء بعد قليل اشتركوا في القناة